أسرع وأقوى وصفة هتشوفيها في حياتك لتسمين الوجه ونفخ الخدود بسرعة الصاروخ مع تفتيح رهيب وشد للتجعيد وإزالة البوع الداكنة وترتيب البشرة وإزالة تراهل البشرة هتخلي وشك زي البدر المنور هتشلك أي سواد وأي تجعيد وهتنفخ خدودك بشكل طبيعي وهتخلي وشك زي طبق البنور وصفة حلوة وسريعة جداً جداً أسرع طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود هتشوفيها في الفيديو ده مع تفتيح من ثلاث لأربع درجات وعليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بخواتي وحبايفي عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهار ده خواتي وحبايفي الغاليين جايب لكم حاجة كده تحفة كل البنات اللي بتتفرج عليها دلوقتي عايز أقول لك وصفة ما تقوليش لعدوك عليها هتفتح هتشد عندك لو عندك تجعيد هتنفخ خدودك هتضيط بشرتك هتنفخ وجهك بشكل طبيعي هتخلي بشرتك زي البدر المنور حتى لو كان فيها نحيفة قوي وشك نحيفة قوي وعايزة تسمينيه وعايزة كمان تنفخ خدودك وكمان عايزة تفتحيه لو عندك تجعيد وخدود عايزة تشيليها الوصفة اللي معايا النهار ده حلوة جداً جداً أحلى حاجة فيها إن هي مش مكلفة وسريعة قوي كمان نتائجها فعالة قوي قبل مبدأ وصفتي لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الأحمر وتفعل الجارة عشان يوصل لكل جديد لايك للفيديو فضلاً وليس أمراً زي ما احنا كده متعودين كده مع بعض لازم تكاية مايا السحرية يعني حاجة كده سحرية هنعملها أولاً كده مع بعض الخطوة اللي احنا هنعملها مع بعض دي مش مطلوب منك حبيبة قلبي غير منك تعمليها مرة واحدة بس في العمش ولو حبيتيها بعمليها مرة كل شهر دي وصفة أو طريقة هقولك هتعمل معاك إيه بس هتغير من بشرتك 180 درجة وخطوة بمكونات من بيتك مش هتكلفك أي حاجة ماشي بصوا بقى هنبدأ نجيب مية ورد وهنبدأ ناخد من مية الورد بسم الله معلقتين كبار زي ما قلت لكم الخطوة دي هتعمليها مرة واحدة بس في العمش طريقة سهلة وبسيطة بس هتغير من بشرتك 180 درجة بعد كده هبدأ إن أنا أخد معلقة من الخل الخل الأبيض هنا بقى بنضاعف كمية مية الورد علشان أنا عايزكي تركزي معايا أو يعني أخدنا معلقتين من مية الورد هنحط عليهم معلقة من الخل يعني مية الورد هتكون أكتر من الخل لما هنحطها وبعد كده هنبدأ إن إحنا ندوب أو نقلب الخل الأبيض وممكن تستخدمي خل التفاح لو مش متوفر عند الخل أبيض وكمان معاهم مية الورد وهنبدأ نقلبهم كويس جدا بالشكل ده بعد كده حبيبة قلبي هتبدأ يتجيبي المكون ده وده موجودة عندنا كلنا في البيت ومفهوش أي حاجة خالص بس مفعول مفعول السحر للبشرة هنبدأ إن إحنا نجيب بسم الله السكر البدرة بصوا ممكن أنت تطحنيه في البيت أو بيتباع هو مطحون زي ما أنت عايزة أهم حاجة أن أنا محتاجة معلقة من السكر البودر وهبدأ إن أنا أدوب السكر البدرة مع الخل ومية الورد بحيث إن أنا طبعا أنا محتاجة بودر علشان يدوب معايا بسرعة فلو إنتي مش هتطحنيه خلاص ممكن تستخدميه كده بس الأفضل يكون مطحوم وهنا بقى هفضل أدوب لازم هنا في الخطوة دي إن أنا أدوب السكر البدرة كويس جدا مع الخل ومية الورد عشان يختفي تماما مع بعضه بالشكل ده لحد ما يختفي تماما وزي ما قلت لكم الخطوة دي حبيبة قلبي مش هتامينيه غير مرة واحدة بس في العمر بعد كده هنبدأ ناخد عليها ربع معلقة كبيرة أو نص معلقة صغيرة من القهوة العادية وممكن تستخدمي النسكة فيه أنا عايز القوام معي هنا يبقى سيل أنا مش عايزة كريمي خالص أنا عايزة يبقى زي السيروم كده وهنبدأ ندوبهم مش هاد رقولك كمان ريحيتها قد ايه جميلة قوي هنبدأ ندوبهم بصوا أنا متأكد أن انت هتحب الوصفة دي وهتستخدميها حتى لو مرة كل شهر آآ لإنها فعالة بنسبة مية في المية هتديكي نتاج راهبة جدا جدا وطبعا إحنا عشان دخلين على شهر رمضان كل سنة وأنتم طيبين يا راه فآآ بنات كتير جدا جدا لا بتحط فونديشن ولا بتحط ميكوب ولا بتبقى عايزة حاجة زي كده طبعا إحنا صايمين فآآ الوصفة دي فضيعة جدا اقولك برضو هتستخدميها في إحنا هنبدأ ان احنا نركنها كده على جمع وبعدين هقولك هتستخدميها ازاي بعد كده حبيب قلبي طبعا هنبدأ ندخل على خطوة التكمين والنفخ والتفتيح والتغطيب كمان من الحاجات الفعالة قوي قوي في شد التجعيد هنبدأ نجيب كريم نيفيا كريم نيفيا من الحاجات المرطبة قوي للبشرة كمان من الحاجات المبيضة قوي هبدأ اخد كريم نيفيا وهاخد من كريم نيفيا معلقة فقط صغيرة من الكريم بالشكل ده طبعا الوصوة دي مش بس لتسمين الوجه او نفخ الخدود هي تنفع لاجميع اجزاء الجسم زي مثلا المناطق الحساسة او المناطق اللي انت عايزة تسمينيها او عايزة تفتحيها فها مش بس الوصوة بتاعتي للوجه بس ممكن تستخدميها لأي منطقة الجسمية بعد كده هبدأ ان انا اجيب على كريم نيفيا بسم الله معلقة كبيرة خالص من الخميرة خميرة الخبز يا جماعة مش خميرة الحلويات عشان نبقى يعني ايه الوصوة تكون مظبوطة معايا ما نتلغبطش فيها الخميرة الخبز هي الخميرة الفورية انما الخميرة اللي هي الحلويات بتبقى البيكنج بودر هنبدأ نقلب الخميرة كويس جدا والخميرة معروفة انها فعالة جدا في التسمين وبالذات لما بتضاف على كريم نيفيا بتديك نتائج فضيعة هنبدأ نقلب كويس جدا ونعجن الخميرة بتاعتي مع الكريم كويس اوي بالشكل ده بعد ما قلبناه مع بعض حبيب قلبي بالشكل ده هبدأ ان انا اضيف عليهم معلقة من مية الورد وهبدأ ان انا اقلب طبعا هنا ده كريم فمش يندمك يعني على طول مع مية الورد مع التقليب هيبدأ يتدخلوا كده او يتجنسوا كده مع بعض غير ان احنا فيه مكون تاني هنحطه هيخليهم يتقلبوا كويس بس كده مش لازم نقلبهم اكتر من كده لان احنا لسه هنقلبهم تاني فهبدأ ان انا نقلبهم كده على جمع هتبدأ ان انت تجيبي طبع الشكل ده كده اهو وهتحط فيه معلقتين ادي واحد اتنين معلقتين من الرز الرز المصري العادي اللي احنا بنستخدمه ومش الرز البسمتي انا عايزة رز مصري تمام وهنقلبهم انا محتاجة بقى مية الورد تفضل كده منقوعة مع الخميرة ومع كريم نيفيا شوية قبل ما نقلبهم على بعض وهنحط كمان عليهم علاقة من السمسم السمسم مش المحمص السمسم النايه بتجيبيه من عند العطار بتقول له عايزة سمسم نايه تمام يبقى معلقتين من الرز على معلقة من السمسم السمسم بيدي تسمينة وتفتيح فضيع للوجه والاي منطقة مع الرز حاجة كده في منطقة الرواع والجمال انا عايزك يتخديهم وتتحنيهم في المطحنة لحد ما يبقوا بودر خالص خالص وانتي ممكن تشتري الحاجات دي مطحونة عادي من عند العطار هطحنهم وهارج عليكو ده بود صحباي بقلبي السمسم مع ولو ما عندي كيش سمسم نايه يبقى هنا هنستخدم زيت السمسم بس انا بفضلك ان انت تستخدمي السمسم نفسه تمام عشان السمسم نفسه مناسب لجميع عنواع البشرة كمان اقوى من زيت السمسم في التسمين او في التفتيح تمام يبقى اخدناهم بودر بالشكل ده السمسم مع الرز بتاعي لحد ما يبطحنوا وبقوا من عمين كده بعد كده هبدأ ان انا اجيب مية من الحنفية تكون دافية وهقلب تدريجيا كده مش هقولك المقدار بالزبط يعني انا حطيت حوالي اربع معاني من المية وتفضل يعني المفروض انها تكون مية دافية وهبدأ ان انا اقلب المية الدافية كويس جدا على السمسم والرز بتاعي طبعا الوصف بتاعتي زي ما قلتلك هي مش هتديكي تسمينة او نفخ لغدودك بس هي هتديكي تفتيح عميق وشد للتجعيد وكمان علاج التراهل اللي بيكون في البشرة بعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بكريم نيفيا مع المية الورد وكمان مع الخميرة وهبدأ ان انا اضفها بالشكل ده كده على المقونات بتاعتي هنا بقى هتبدأ المقونات بتاعتي تتجنز وتبدأ تتقلب كويس معي هبدأ ان انا اقلبهم بالشكل ده كده وعجنهم مع بعض تقدار يتقطري كمية الكريم بتاعتك زي ما تحبي كمية زي ما بقول لكم انا بعمل دايما بتبقى الكمية بتاعتي تجربية بس انت بتقدري تقطري الكمية زي ما انت عايزة عشان تستخدميها كمان زي ما قلت لكم الكريم السحري ده ينفع لجميع المناطق اللي انت عايزة تديها تسمينها بصوا حتى لو لأديكي كمان يعني لو عندك تراهل في اديكي او عايزة تسميني اديكي وتديها تسمين وتفتيح وكمان تشيل العروق البرزة تقدر تستخدم الكريم السحري ده بصوا جماله شايفين جمال الكريم حاجة تحفى وتقدري برضو حبيبة قلبي تحتفزي به في علبة مغلقة وتقدر ان انت تستخدميه اخر حاجة بقى هنضيفها مع بعض اصحاب البشرة الدهنية مش هتقدر يتضيفي المكون ده بس الافضل ان انت تستخدميه لجميع البشرات بس البشرات اللي هي دهنية مش هتستخدميه وهو زيت الزيتون هنبدأ نقلب زيت الزيتون كويس جدا جدا مع المكونات بتاعتين زيت الزيتون هيديكي ترطيب عميك وهيديكي تغذية لبشرتك بس طبعا أصحاب البشرة الدهنية زيت الزيتون مش مناسب لبشرتهم تماما هنبدأ نقلب كويس جدا بعد ما قلبنا الكريم ده نركز مع بعض بها عشان طريق تستخدمه مهم قوي علشان تجيب معاك نتيجة سريعة لانك لو استخدمتيه بطريقة عشوائية هيجيب معاك نتيجة لكن هيجيب معاك نتيجة مش سريعة هتاخد معاك وقت شوية هتبدأي تجيبي اي علبة متوفرة عمدك علبة كريم قديمة عمدك او اي علبة وهتبدأي ان انتي تنقل فيها الكريم بتاعك بالشكل ده عشان تقداري تحتفزي به وتستخدميه طبعا الكريم ده بيتضاف في التلاجة عشان ما يفسدش مدة صلاحيته بتقعد معاك من اسبوع لحد عشر طيام بس اهم حاجة ان انتي طريقة الحفز بتاعتك تبقى مزبوطة يعني العلبة اللي احنا حطين فيها الكريم ده تكون علبة نشفة ما فيهاش اي ميا عشان الكريم يجيب معاك نتيجة دي ها اول خطوة تاني خطوة لازم تحطيها في ضرفة اللي اللي فوق في المطبخ وبتبدأ ان انتي تقفليها بالشكل ده وبتبدأي تستخدميها طيب هستخدم الكريم ده ازاي نركنه على جنب وهقول لك بقى الخطوة السريعة اللي احنا عملناها اللي انتي لسه متعرفيش فوايدها عاملة ازاي في للبشرة بصوا بقى الخطوة دي زي ما قلت لكم الخطوة دي بالكافين والخل وكمان مية الورد من الحاجات الفعالة جدا جدا لتنظيف البشرة من جوه منبره مع تفتيح فزيعة بتشلك كمية اوساخ من جوه البشرة فزيعة انتي كل اللي هتعملها تغذي الميا دي وتدلكي بيها وش كويس جدا مع الفرق وتسيبها على وجهك حوالي عشر دقيقة بس اهم حاجة انت انتي تغذيها كده وتعود تفرقي بيها اكنك بتخسلي بيها وشك لانها هتطلع لك كمية اوساخ من وشك عايز اقول لك اكنك بالزبط روحتي عملتي ست سبع جلسات تنظيف بتنظف البشرة تنظيف عامل احنا ليه عملنا الخطوة دي احنا عملنا الخطوة دي لاننا علشان نفتح ونشد التجاعد ونسمن الواجه لازم تبقى بشرة تنظيفة قوي فانا مش هادر اقول لك روح عملي تنظيف وكلفي نفسك فلوس قد كده علشان ايه قبل ما تستخدمي الكري لأ انا عملتلك السيروم السحري المنظف للبشرة اللي بيفتح وبيشيل الاوساخ في البيت وتعمليه مرة واحدة ده اعمليه مرة كل شهر اعمليه مرة واحدة بس ازاي كل ما تحب تنظفي بشرتك ما تروحيش مراكز تجميل وعمل التنظيف ده هينضف بشرتك قوي وهينضف اي مكان عايزة تشيل منه اوساخ مترقمة وتشيل منه جلد ميت وتشيل منه وتفتحي كده كل اللي بتعمليه من 10 ال15 دقيقة بتسيبه علي بعد الفرق الكويس قوي وبنعمل اختبار يا بناتلي الحساسية عشان لو عندنا حساسية ولا حاجة تمام بعد كده بقى هنبدأ نشوف الكريم السحري شايفين جمال الكريم فين بقى تسلم ايدك يا مويا الله يسعد لكم ما تنسوش كومنت حلو منكم كده وصلى على سيدنا محمد في الكومنتات ولايك الله يسعدكم يا رب بصوا بقى هتيجي بقى يا برينسيسة قلبي وهتبدأي تدعاكي كده بقى وشوفي بقى البياض وشوفي النظارة وحطي بقى كده على غدودك هينفخ خدودك ويفتح بشرتك وهيديك سنفارة فضيعة الرز بصوا عايز اقولكم ان هو بيحك كمان في البشرة فبيشير الجلد الميت بتبدأي تدينيه بالشكل ده وده بقى بيتساب تلاتين ديئة كاملة تلاتين ديئة كاملة على الواجه وبعدين بنخسل بشرتنا ده بقى الكريم ده بنستخدمه من تلات تيام لاسبوع حسب كبول بشرتك للوصفة ولازم ان احنا نكون غسلين بشرتنا بمية دافية عشان نفتح المسام وبعدين ندهن الكريم وبعد كده بعد واحنا بنخسل وشنا من الكريم نخسله بمية ساعة عادي من الحنفانة هكونا فتحين المسام بتاعتها وبتحتفظ بيه في التلاجة الكمية دي هتكفيك اكتر من اسبوع كمان جربوا يا بنات الوصفات وقولولي رأيكم في الكومنتات بجد حاجة في منتهى الجمال والروعة ولو في حاجة متوضحت لكوش عرفوني وانا برضو هرد عليكم في الكومنت اشوفكم على خير والسلام عليكم